عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع الشيخ فيصل الهادي نائب رئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية وعدد من مسؤولي شركة بيتي للصناعات الغذائية وذلك لاستعراض فرص توسع وزيادة استثمارات الشركة السعودية في السوق المصرية وفي مستهل الاجتماع أشاد رئيس الوزراء باستثمارات الشركة في مصر ودورها في دعم استراتيجية الأمن الغذائي مؤكدا الحرص على تشجيع الشركة من أجل التوسع في مشروعاتها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة وكذلك زيادة فرص تصدير منتجاتها إلى المزيد من الأسواق العالمية من جانبي أكد شيخ فيصل الهادي نائب رئيس التنفيذي لشركة المراعي التزام الشركة بالتوسع في استثماراتها في مصر كما تمت الإشارة إلى أن شركة بيتي تستهدف خلال العام الجاري الوصول بصدرات الشركة من مصر إلى 35 مليون دولار على أن تزيد هذه المستهدفات إلى 50 مليون دولار خلال العام المقبل